وارتباطا بقضية اغتيال خاشقجي دائما أعلن السيناتر الأمريكي في مجلس الشيوخ أنه يستعد لطرح مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المتورطين في جريمة الاغتيال وأضاف منرز أن مشروع القانون سيدعو إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية ووقف المساعدات اللوجستية للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب ضد اليمن من جانب آخر أعبر رئيس لجنة الخارجية أو الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الديمقراطي أليوت أنجل أعبر عن قلقه إزاء تقرير صحفي أفاد بنقل السعودية لأسلحة إلى جماعات متطرفة في اليمن وكانت شبكة CNN قد ذكرت أن السعودية والإمارات نقلت أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وأن بعض الأسلحة وصل إلى مقاتلين تدعمهم إيران أتابع بحث هذا الملف مع ضيفي من واشنطن دكتور خالد صفوري وجدد الترحيب بحضرتك في هذا الصدد تحديدا ودعنا نتحدث بداية عن الشق المتعلق بالأسلحة للإمارات والمملكة العربية السعودية كانت قد صدرت مشاريع قوانين في السابق العديد منها لكنها لم تتحول إلى قانون هذه المرة برأيك ما الذي قد يتغير وهل سيتمكن الكونغرس بالفعل من وقف توريد الأسلحة لحرب اليمن التي تغذي حرب اليمن طبعا مجلس الشيوخ مر مشروع قرار بأغلبية كافية تدين الحرب في اليمن تدين المملكة العربية السعودية في قتل المدنيين وتطالب وقف السلاح لكن مرة تحت بند ما يسمى سينسوف كونغرس يعني شعور الكونغرس فالقانون ليس لديه أسنان أو ليس لديه قوة الإجراء أو التنفيذ الآن ما يحتاجه مجلس النواب مجلس الشيوخ أن يقدم مشروع قرار لديه أداء من تنفيذ عقوبات على المملكة العربية السعودية أو يحدد مثل ما قلت يربط هذه العقوبات بميزانية وزارة الخارجية وهذا شيء أو إجراء ممكن جدا وحصل في السابق لكن الفرق يعني مؤكد أنه سيمر في مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ عندها المرة الماضية لم تقوم الإدارة بضغوط فعلية من أجل إيقافه أنا أعتقد إذا كان هناك إجراء أو مشروع قانون فيه أداء تنفيذ وإضرار المملكة العربية السعودية قد نجد الإدارة تضغط على الجمهورين من أجل تصويت ضد هذا المشروع رغم أنه أحد أكبر قادة الحملة ضد المملكة العربية السعودية صحيح أنه سنتور منندز هو ديمقراطي من نيوجيرزي لكن أحد أكبر قادة الهجوم على المملكة العربية السعودية هو جمهوري من ولاية إنديانا سنتور راند بول وأعتقد أنه لم يتوقف منذ سنتين في الهجوم على المملكة في موضوع حرب اليمن والذي هو يريد إيقافه ويريد إيقاف التدخل الأمريكي والأسلحة الأمريكية والمعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي تغذيها للمملكة العربية السعودية من المهم علينا أن نعرف أن جزء كبير من المعلومات الاستخباراتية توقفت وصحيفة الواشنطن بوس ونيورك تامس قالت أن هناك فوضى كبيرة في الضربات الجوية السعودية الآن لأن أمريكا توقفت عن إعطاءهم معلومات استخباراتية فكثير من عمليات تتم بطريقة عشوائية وصفتها حتى صحيفة نينورك تامس أن الطيار ببساطة ينظر من النافذة ويلقي القنابل عشوائيا وهذا نتيجة أنه الولايات المتحدة تحت ضغوط من كونغرس جمدت جزء من التعاون نحن نعرف أنه جمدت في شهر نوفمبر للقاء السابق تزويد بالوقود خلال عملية الطيران المعلومات الاستخبار التي تم تجميل جزء كبير منها فأنا أعتقد تزويد الأسلحة بالأسلحة هذا موضوع أكثر صعوبة حقيقة هناك شق آخر لهذه القضية أيضا ما أعلنه زعيم أو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي تحدث عن توسيع التحقيق ليطال مصالح ترامب الشخصية مع روسيا والمملكة العربية السعودية وما إذا كانت أو إلى أي مدى هذه العلاقات والصلات الشخصية والمصالح الشخصية تؤثر على قراراته فيما يتعلق بهذين البلدين هل إذا ما أثبتت التحقيقات أن هناك صلة ربما أو أن قرارات ترامب متأثرة سيؤثر أيضا على الملفين ملف اغتيال خاشقجي وملف حرب اليمن وكيف دكتور خالد بالتأكيد حادثة مقتل جمال أساءت بشكل كبير لسمعة المملكة العربية السعودية والآن بالحضير معظم استطاعت الرأي تقول أن الشارع الأمريكي فقط 12% ينظر إيجابيين للمملكة العربية السعودية فموضوع حرب اليمن ومقتل جمال أضاف كثير بذلك وبالتالي أعضاء الكونغرس هم أمان شعور بأن الشارع الأمريكي غير متعاطف مع المملكة العربية السعودية ومن المهم أن يتم إجراء بعض الأمور ضد المملكة فأنا لا أستبعد أن يتم ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة وعلى الأغلب أن الإدارة ستضطر تحت هذه الضغوط من المجلسي النواب والشيوخ بأن ترضخ على الأقل جزء من هذه الأمور موضوع اليوم الأثنين تم نشر على أن المحقق مولر الآن طلب معلومات من الحملة الانتخابية لترامب تقول أنه تم دفع أموال بطريقة غير قانونية من عدة دول وتم تسمية شخص محدد بأنه تباهى أنه أعطى مبالغ طائلة لهذه الحملة في حين كان يمول الديمقراطيين في السابق وأنه مباشرة بعد تنصيب الرئيس ترامب سافر إلى المملكة العربية السعودية وإلى دولة الإمارات بشك على أنه كان هناك أموال غير قانونية جاءت من المملكة العربية السعودية أشكرك جزيلا شكرا دكتور خالد صفوري مستشار مجموعة ميريديا للأبحاث كنت معنا من واشنطن